موسيقى الله معكم سلسلة محاضرات زدنا إيماناً بعدها مكفاية وهلأ عنا موضوع كتير مهم مع المونسينيار أنتوان ميخايل تحت عنوان تأمل بأدوات الآلام وراء المسيح إلى الجلجلة الله معكم إخوة المؤمنين بالإمارات العربية المتحدة رح نواصل نحن وإياكم سلسلة هالمحاضرات أول شيء من عيدكم بعيد الأيامي المسيح قام حقاً قام شاء الله تكون نهاية الآلام البشرية قريبة موضوعنا الأول رح نواصل فيه تأملنا بآلام المسيح ولو كنا عم نعيش زمن القيامي ولكن البشرية اليوم عم بتعيش فعلاً درب جلجلي بجلجلة هالآلام اللي عم بيسببها المرض هيدا لذلك نحن رح نتأمل اليوم بأدوات الآلام يعني رح نتبع المسيح اللي ماشي على درب الصليب ونتأمل بأدوات الآلام اللي استعمالها وللتقريد المسيحي بيسميها سلاح المسيح أرما كريستي طبعاً سلاح المسيح مش بالمعنى العسكري سلاح المسيح بالمعنى الروحي لأنه بيعتبره أن المسيح استعمل هذه الأسلحة فقط ليحارب الخطيئة والشر وليخلص الإنسان كل الإنسان هالآدوات الآلام هي الصليب هي الأرجوان أو البرفير هي إكليل الشوق هي العري سفنجة الخل والمر المسامير والكتابي فوق رأسه وطعن جنبه بالرمح بديو الملاحظة هايك صغيري أما نبلش أنه أحداث الأيام الأخيرة من حياة المخلصة على الأرض دوينت بالتفاصيل للدلالة على واقعيتها أنه هايدي أحداث حدثت حقيقة لأنه في عنا كتير تفصيل بها الأيام الأخيرة من حياة يسوع أكتر من بقية المشاهد بالإنجيل دلالة فائسا على واقعيتها وبالوقت نفسه هالتفاصيل هايدي بتخبي وراها معاني كتير لهوتية وروحية منختصرها بها الجملة الحلوية منقول الله بيحول وقت العذاب والموت هذا بكل أدواته إلى وقت خلاص وحياة للبشرية كلها سوا كل حدث الصليب هو حدث ملكي فيه يتوج المسيح ملكا على البشرية وهالأدوات الآلام هايدي رح تكون أدوات تتويجه الملوكي فأيزا أنا وليكن هلا مع المؤمنين جميعا مع كل اللي عم بيسمعنا أو عم بيشوفنا لنحمل صليبنا ونتبع هذا الملك في درب الصليب الملوكي مثل ما بيسميها أشهر كتاب روحي بتأريد الكنيسي هو كتاب الاقتداء بالمسيح بيسمي درب الصليب هي درب الصليب الملوكية أول شيء لأنه اللي صار عليها هو ملك توج ملك على الصليب ولأنه كل إنسان بيمشي ورا المسيح أيضا بيشاركه بهذه الملوكية اللي هي ملوكية عطاء ملوكية بزل ملوكية خليني قول محبة ورحمة منى ملوكية بالمعنى البشري فإذا كل مؤمن مسيحي يتبع المسيح يشاركه في هذه الملوكية رح تأمل أنا وياكم فإذا بها الأدوات هذه بالتسلسل ننبلش بأي من يوحنى 19 عشرين لما بيقول لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة التفسير هالآية هاي دي أنه مكان صلب المسيح كتير 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 مهم لأنه المسيح لم يصلب داخل أسوار المدينة المقدسة يعني ما نصلب بمكان ديني يعني ما نحط ضمن إطار أسوار المدينة بل صلب خارج المدينة المقدسة يعني بمكان منه كتير مهم ومنه كتير مقدس وهذا تفسير كتير مهم لأنه لو يصلب أو يقتل ضمن المدينة كان ينعطل معنا لموته خلينا نقول موت ديني فينا نسميه كموت الأنبياء أو غيره ولكن المسيح يفصل يحنى بيقول صلب خارج المدينة لأنه هو اللي بيعطيها الحدث أهميته ويقدس كل مكان لأنه بحاجة يموت بمكان مؤدس ليكون موته هو مؤدس المسيح لأنه ابن الله اللي عم بيموت يقدس كل مكان ولذلك بيقول خلس أو مات خارج أو صلب خارج المدينة المسيح فإذا هو اللي بيعطي كل مكان وعلى هذا الأساس منقول صليب المسيح اللي انغرز بالأرض برات المدينة المقدسة قردس الكون كله سوا ما بقى محصور بجماعة معينة ما بقى محصور بس بشعب معين أصبحت مفاعل خلاصه بالطال كل البشرية لأنه هذا الصليب طلع من إطار ديني مغلق ووضع فيه مكان دنيوي عام هو مكان جلجلي مكان مش كتير معروف حالة اللي حد ولا شنيم تنقول أنه هذا الصليب بغرزه بالأرض بيعطي بيقدس كل الكون وكل الزمان وكل المكان فإذا هذا كتير مهم هالتفصيل لأنه بيفتحنا على معاني على الصليب هايدي الأمومي تاني أي متأمل فيها أنا وياكن هي من مركز 15-17-18 لما بيقول وألبسوه أرجواناً وكللوه بإكليل ضفروه من الشوك وأخذوا يحيونه فيقولون السلام عليك يا ملك اليهود إذا لاحظتوا بهالأي فيه تفصيل كتير ملك أنه عم بيلبسوا الملك اللي قاعد على العرش يعني عم بيقول لبسوه وحطوا له الإكليل وصاروا يقعدوا على العرش وصاروا يقولوله السلام وهذا بذكرنا نوعاً ما بطريقة معينة بتتويج الملك بتتويج الملك بإسرائيل مثل المزمور الثاني لما كان يقعد ويعلمه ملك على إسرائيل المفارقة هوني إنه الإنجلي يذكر تفصيل هاشي هيدا وكل الإنجليين الأربعة بيتفقوا على هذا التفصيل لهو كأنه المسيح فعلاً عم بيجلس ملك حقيقة لأنه عم بيلبس كل خلينا نقول التياب وكل مظاهر الملك ولكن بالمعنى له ويبيريده مش بالمعنى الدنيوي يلبس أرجوانا أو برفيرا إكليل الشوك بدل الأتاج والجلوس على الصليب أو التعليق على الصليب بدل الجلوس على العرش ولكن كل هودة هني فعلاً دلالة على ملوكية المسيح المسيح الحقيقية اللي بنا يقولوا الإنجليين ودي نحن بنتأمل فيه اليوم أنه ساعة الهزء والسخرية تتحول إلى ساعة تتويج الملك الحقيقي يعني هيدا الإنجليين بيلعبوا على هيدا أنه هني اليهود كانوا عم بيحاولوا يتمسخروا علىه أو عم بيجربوا يقلوا له من قيمته ويتمسخروا علىه بينما الإنجليين بيحولوا هالعلامات هيدا إلى علامات أساسية بدمنها على ملوكية المسيح الحقيقية كتير مهم هالتفصيل هيدا والترنيم الشهيرة بتقول المسيح تاجك الشوك وصولجانك المسامير يعني كأنه فعلاً المسيح هذا الصريب مثل ما أنه يجلس ملكاً إذا 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 إحنا بنا نتبع المسيح مثل ما بيقول من أراد أن يدبعني فليحمل الصريب نتبعه على هذه الطريق الملوكية منفوت نحنا معه بهالمنطق هيدا أن يتحول ساعة الألم ساعة الشدة ما هيك اللي نحن نعيش وكل إنسان يعيش ولا عم نعيش مع كل البشري تتحول بنسبة لأن إلى ساعة خلاص وهيدي قوة المؤمن المسيحي أن يحول ساعة الألم والهزر والسخرية والتعب والضجر والأراف وكل هود اللي بنا نسمعه نهلأ والقعدي بالبيت والألم والألأ من أنت بدوا سيبنا الفيروس وكل هيدا هيدا بيحول حياتنا إلى جعيم إذا ما عرفنا بإيماننا نحنا نفتح كوة صغيرة ونقول هالساعة هيدا ممكن كتير تكون بنسبة لألنا ساعة خلاص وساعة رجاء وساعة أمن الآية الثالثة من أخدها من متى 27 و 36 فصلبوه ثم اقتسموا ثيابه مقترعين عليها كتير مهم هم بننفصل معنا العري يسوع يصلب عريانا على الصديب هلا نحنا بنشوف بالصور أنه حيطلوا شي على خسره أكيد احتراما لقدسية المسيح ولكن بالإجمال كانوا يصلبوا عريانين دلالة على أنه هذا الإنسان وصل إلى قعر الهاوي يعني صار خسر كل كرامته لأنه التياب بالكتاب من قدس مثل ما بنعرف كلنا سوى ترمز إلى قيمة الإنسان إلى مكانته الاجتماعية وإلى بشريته إلى إنسانيته لأنه الإنسان هو الوحيد اللي بيلبس بينما الحيوان ما بيلبس ما هيك الإنسان هو بيلبس دلالي على كرامته البشرية لما بيقل لي صلبوه ما هيك شلحو تياب ومعناته صليبة فقيرا مجردا العري هوني مش بس هو فقدان الكرامي هو أيضا علامة الإمحاء الكامل وهيدا بالتقليدنا المسيحي بيقولوا عري المسيحي يذكرنا بعري آدم بعض الخطيئين لو تعرفوا بسفر التكوين بيقول لما وعيوا على الخطيئ آدم وحوا شافوا حالهم عريانين ولكن بالوقت نفسه ساعة هالعري هاي دي بتكشف لنا هوية المسيح الحقيقية لما بيكون المسيح ما عنده تياب يعني ما عنده كرامي يعني ما عنده مكاني اجتماعي فينا نحنا نفسرها وأكيد الأباء بيفسروا أنه ينتمي لكل إنسان منه محصور بشعب منه محصوب على حدا منه محطوط بفئة اجتماعية أو دينية المسيح المصطوب العريان يعني ينتمي لكل إنسان وخاصة كل إنسان لا كرامة له ولا هوية يعني هو مع الناس غير المعروفين والمهمشين وفكروا معي دايش نسبة هالناس هيدا في العالم اليوم يعني كلنا سواء منحب نكون تحت الأضواء وننعرف وينحكي علينا ويشوفونا ويزقفونا ويعملونا برامج ويفرجونا وكل هالأمو الإنسان دايما بيحب يطلع على الضو كل الإنسان بس دايش نسبتهم هالناس ودايش بالمقابل نسبة الناس غير المعروفين والمهمشين العيشين بالظل اللي ما حدا بيعرفهم اللي ما حدا سامع فيهم ولي ما حدا شايفهم بيعيشوا بيموتوا بالظل المسيح هنا يتضامن مع كل إنسان غير معروف مع كل إنسان مهمش مع كل إنسان فائد الكرامي البشري بسبب الفقر بسبب المرض بسبب الجوع بكل هالأسباب اللي بتفقد الإنسان بسبب الظلم الاجتماعي بتفقد الإنسان كرامته المسيح العريان على الصليب هو يتضامن مع كل إنسان بها الفئة عادي الآية الرابعة المتأمل فيها بيوحنة 19-19-20 بيقول وكانت الكتابة بالعبرية واليونانية واللاتينية الكتابة فوق رأس يسوع ينعلت موته يسوع الناصري ملك اليهود يوحنة الوحيد اللي بيفصل اللي بيقول انكتبت بتلات لغات بالعبرية واليونانية واللاتينية كتير مهم هذا التفصيل تقول انه ملكية يسوع اللي هي إعلان لملكية يسوع الحقيقية على اليهود حطوها أو بيلاطس حطا لحطا يشير إلى علة موته لأنه مثل كل البعض قالوا له لاش صالبتو يحطوه لهم شو السبب السبب الظاهر يهون ان يسوع ملك اليهود إذا بذكروا اليهود قالوا له لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود اكتب انه قال قال لهم بيلاطس كتبت وما كتبت يعني يحنى بيحول هيد الكتاب اللي هي أساسا علة الواحد بيحولها إلى معنى اليهوتي لما بيقول انكتبت بتلات لغات يعني تيقريها كل إنسان تلات لغات إنه تلات لغات المحكيبة الامبراطورية ما هيك كانوا يحكوا العبريهي لغة دينية عند اليهود واليوناني كانت لغة الشعب واليوناني كانت لغة الأشراف ما هيك والملوك والمسؤولين فإذا انكتبت بهات تلات لغات تيقولوا أنه ملكية يسوع بيقدر يستفيد منها كل إنسان بيقدر يأمن فيه كل إنسان إذا أري كل إنسان هذه القراءة قراءة إيمانية طبعا بيقدر يأمن وينال الخلاص مثل ما أريها قائد المئة على كعب الصليب لما قال في الحقيقة كان هذا الرجل ابن الله تماما تماما فإذا كل إنسان بيطلع ما فيها علي يقول أنا ما فهمت شو عم بيصير أو منوه هيدا الشخص اللي على الصليب انكتبوا بهات لغات كل إنسان يعرف أنه هذا الشخص هو فعلا ملك اليهود ننظر عن نظرة الإيمانية ومن خلال النظرة الإيمانية يحصل للإنسان على الخلاص فإذا يسوع يموت ظاهريا على أنه مجرم مثل ما بيقول بمركوس 15 من عشر أحصية مع العصاط بيستشاد من العهد القديم من أشعية 53-12 ولكن الله حول هذا الدافع الشرير هالنية الشريرة اللي حطت فوق رأس وأنه هذا زلمي سائر على الدولة حولها إلى نبع خلاص وخير للبشرية كل سوع هالشي بيذكرنا أنا وياكن بيقول شهير ليوسف ابن يعقوب لما قال لإخوته بعد ما تعرف تعرف عليهم لما صار ملك بمصر وصار هو عم بيكشف له نهويته بيقال لهم لما بعتوني أنتم نويتم علي شرا يعني وقدر بعتوني ما كنتم بتحبوني كتير تروحوا اتحسن وضعوا وصير ملك على أنتم نويتم علي شر أنه تخلصوا مني ولكن الله أخرج منه خلاصا عظيما طالكن حتى أنتم يعني هيك منقول نحن هلينويوا شر على المسيح خلاصوا طالهم أيضا يعني بس بيكفي منهم أنه يقروا هالقراءة هايدي قراءة إيماني هالأي هايدي هاي إيماني فإذا المسيح يحمل خطايا كثيرين ويشفع في المزنبين لأنه لم يمت بس فهو لم يمت عن خطيئة في ذاته بولوس بيقول ذاك الذي بدون خطيئة لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة المسيح ما مات موت خاطئ ولكن ظاهريا جعله خطيئة بيقول بولوس الرسول لأنه مات عن خطايا غيره وهيدي القوي بيصلي بالمسيح المسيح ما عم بيكفر عن خطيطه وهو البار الذي لا خطيئة فيه ما هيك بل عن خطايا غيره تألم من أجل الأسمة مش بس من أجل الناس المليح من أجل الأسمة من أجل القردوس تألم أيضا عوضا عن الخطأ هايك بتقول الرسالة العبرانيين الفاصل 2 الأي 14 أنه تألم عوضا عن الخطأ البار الذي تألم من أجل الأسمة الجديد بها الأي هايدي بتأمل أنا ويايكم كتير أنه مات مع الخطأ مش بس مات لأجل الخطأ نحنا معاودين نقول مات لأجل خطأ يعني عظيم جدا أنا كتير مهمة وأساسية بس اليوم أنا نتعرف أنا ويايكم على أنه مات مع الخطأ أحصية مع العصاة مع المزنبين ليش ليش مات مع الخطأ مش بس تضامنا معهم أكيد بنقول تضامنا مع الخطأ بس مات معهم لحتى يساعدهم تيموتوا هني كمان معهم دايك أشياء حلوية ما هيك دايكون تيموتوا هني معه عن خطأ مات معهم لحتى موته يجذبهم ما هيك إلى التوبة ويقودهم إلى الخلاص والتبرير بولوس بيقول مع المسيح صلبت ما في أقوى منها ما في أقوى منها مع المسيح صلبت دفن معه بالمعمودية للموت برومانيين ستة أربعة مع المسيح صلبت ما هيك يعني موت المسيح معاك جذبني معاك خليني أنا كمان فوت بهالمنطق هيدا منطق الصليب منطق الملكي لحتى موت مع المسيح عن خطأي فإذا مع المسيح يصلبت كل واحد منها بدأقول هيدا مع المسيح صلبت مش بالمعنى السلبي بالمعنى الإيجابي لأنه نحنا عرف الصليب هو نهايته الخلاص والحياة والقييم دفلنا معه بالمعمودية عم يذكرنا بولوس بلحظة المعمودية لما متنا مع المسيح مش هو بس مات من أجلنا متنا معه دفلنا معه لكي نحيا معه عالمين أن إنساننا العطيق قد صلب معه هالإنسان الأديم صلب معه ليبطل جسد الخطيئي برومانيين ستة ستة المسيح فإذا يموت مع الخطأ دعوي لأنها هايك لحتى كمان كل يوم نحنا نموت مع المسيح مثل ما بيقول البولوس بمحال تاني من أجلك نمات النهارة كله بلن نموت معه كل يوم في موت عن الخطيئة عن الشر عن الحقد عن كل الأمور اللي هي من نميها الآية التالية هي وَنَوَلُوهُ خَمْرًا مَمزوجةً بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَهَا فَذَاقَ وَأَبَا أَنْ يَشْرَبَهَا متى 27 34 نرجع بإلى وَنَوَلُوهُ خَمْرًا مَمزوجةً بِمَرَارَةٍ لِيَشْرَبَهَا فَذَاقَهَا وَأَبَا أَنْ يَشْرَبَهَا التفسير البسيط التاريخ يقول أنه هذه كانوا يعطوها للمحكمين بالإعدام على الصليب لحتى يخففوا يفقدون الحواس ويخففوا من معنى الألم تبعون هالمعنى هيدا أكيد الإنجليين ما بدون يركزوا على هيدا المعنى ولمسيح يشرب لحتى يخفف من آلام ولأنه هم يتأملوا بمعنى هالآلام الكاملة يعني المسيح ولا لحظة من لحظات الصليب أراد أنه ما يكون حاضر يعني ما فينا نقول المسيح ما قبل يشرب لأنه حابب الألم لأجل الألم مثل ما بيقوله لا بس حابب أنه هاللحظة هذه ببقى أنها تتويج لكل حياته حابب يضل حاضر واعي بكل شي بكل لحظة لحتى يعطي كل لحظة قيمتها وكل حركة قيمتها لذلك هالخمر الممزوج بمرارة يبعد كنيسة يفسرواها تفسير كتير حلو قالوا هي خبس الإنسان المسيح لما الناس يعني إذا بدكم هاي خبس البشر الخمر الممزوج بمرارة لأنه الخمر هو شغل شغل كتير منيحا وهي من رموز الفرح المسيحان بتعرفوا بيقان الجليل المسيح حول الماء إلى خمر معاك والعشاء الأخير شرب كأس الخمر وبعدنا نحن نشرب هالدم هالخمر المتحول إلى دم هيدا نبع خلاص وحيات ولكن لما بقول ممزوجة بمرارة يعني جيب الإنسان عم بيحول الأشياء المنيحة إلى الأشياء منا منيحة خبس الإنسان اللي عم بيحول نوايا الله الخير الخلاصي إلى نوايا مش منيحة لما بتخلطها معناها تنتزعت الخمر وما بقى تنشرب هايك صار بطبيعتنا البشري بيقولوا إباء الكنيسي لما دخلت عليها الخطي خلينا نقول طبيعتنا البشري هي الخمر اللي طلع مرتب كويس من إيد الله شو عم نت الخطي دي نحنا جبناها على حالنا جبنا الدبعة كرمنا ما يقولوا باللبنان ما جنعنا جبناها شو عم نت دخلنا عنصر غريب على هيد الخمرة ففسدت الخمرة المسيح بيقول بمعالتاني تفسد الخمرة لما منحطها بزقاق عتيق هوني خلطناها مرارة ما نتدخلنا عناصر غريبي على طبيعتنا البشرية وفي التالي أفقدناها بيجي المسيح لحتى بس يدوء دايش نحنا مرمرنا حياتنا دايش نحنا حوالنا خطيئة بشريتنا متل ما قال بورس برجعبول جعلها وخطيئة دايش مرمرنا والخطيئة بالكتاب من قدرس كمان رمز للمرارة معايك المرارة وبالتالي المسيح دايش هالمرارة هاي دي ولكن نحنا معرف تماما انه هالخمر هاي دي ستتحول بفعل انه هو المخلص ابن الله رح يحول خمرة الانسان الفاسدي الى خمرة جيدة يعني يعيد طبيعتنا البشري الى اساسة الى معناها الاساسي بيشيل مننا هذه المرارة كتير مهم هذا تفسير من آباء الكنيس اخر آية بتأمل فيها انا وياكم هي بيوحنى تسعة عشر اربعة وثلاثين لما قال طعنه واحد من الجنب بحربة في جنبه بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء طبعا هيدا المشهد كتير 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 مهم عند يوحنى لانه مشهد الصديب عند يوحنى في كل شي بيصير في كل شي بيصير في الموت والقيام وارسال الروح القدس ونشأة الكنيس هون اباء الكنيس بيتأملوا بها المشهد هيدا وخاصة اباء الكنيس السريان ومارفرام بيقول كيف تخرج الكنيسة من جنب المسيح لانه الدم والماء اللي خرجها بغزارة مش نقطة واحدة هاك نقطت شغلة بسيطة لا خرج بغزارة واكيد في تفسير طبي صحيح لا لا كنت عم بقرأ من فترة كتاب عن الام المسيح عاملوا حكيم لبناني من بلاد ساسين بيشرح كيف انه حد حد المسيح بقلب المسيح تجمع مي لانه بسبب الالم بسبب العذاب تجمع حديد مي على قلبه وكيف لما نجزه طلع هالمي الممزوج اول شيء بيطلع الدم وبعدين بيطلع المي لانه بيكون المي ما هيك مرقد تحت الدم شيء طب كتير حلو كتير مناسب وهذا بيشرح الشيء اللي عم بيصير بيه يوحنا ما بنا نحلوه على تفصيل الطبي خلينا نروح على التفسير الرمزي لانه بيقول الدم والماء هني العماد والإفخارستية هني رمز للروح القدس مارفريم السريني بيقول الكنيسة مثل حواء الجديدة هي حواء الجديدة التي خرجت من ضلع الكلمة ما هيك ضلع الكلمة اللي هو مفتوح بالحربي اللي هو نشأة الكنيسة بيستذكار فإذا استرجاع للخلق الأول بينما خلقت حواء الأولى من ضلع آدم القديم وجابت معها الخطيئة تولد حواء الجديدة اللي هي هون الكنيسة وبعدين رح نسمي مريم العضرة هي حواء الثانية أو حواء الثانية لكن هون هي الكنيسة التي تخرج من ضلع الكلمة من خلال رمزية الدم والماء وهكذا تتكون الكنيسة على صليب المسيح فإذا منطعن هالحرب اللي انطعنت واللي كانوا يمكن ريدين فيها إيهين وجسدوا من بعد الممات لأنه لا يجوز المساس بجسم الميت بعد ما يموت خلالها عامة الإيهينة هايدي يحولها الرب إلى نبع خلاص إلى نشأة الكنيسة اللي نحن اليوم عم نتمتع بسيمار الخلاص ضمن شراكة المؤمنين العظيمة نختم بها الآية من بولوس بأفاسو الستة تلتعش بيقول لنلبس نحن أيضا سلاح المسيح اللي حكينا عنه هو الأسلحة لنلبس نحن أيضا سلاح المسيح الذي هو السلاح الله خذوا سلاح الله لتستطيعوا أن تقاوموا بيقول للبسوا سلاح الله اللي هو علمنا بديوا جاند يحمل سلاح المسيح طبعا منه السلاح المادي ما حدا يفهمنا غلط سلاح الله يعني هو الروح الكدس وهو السلاح العظيم بجهاد نمائك ضد الموت ضد الألم ضد المرض هو الروح الذي يخلق فينا بيعطينا قوة الحياة والانتصار على الموت لتستطيعوا أن تقاوموا في يوم الشر فينا نقول هذا يوم الشر اللي عم نعيشه هلأ نحن والخطيه متربسة فينا عطول فينا نقول هذا يوم الشر هذا يوم المرض اللي هو فعلا شر وما فينا نحاوله أبدا 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 إلى خير مثل ما عم نسمع أنه ببعض الحلقات ببعض التلفزيونات عن يقوله أنه الله بعت هالمرض هيدا لحطيه يقصص الإنسان عنه خطأ أبدا 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 من واقع تماما صورة حل المزبوطة نحن منقول يوم الشر ممكن يكون هدايا يوم الشر لأنه المرض هو شر وراح يظل شر ولكن فينا نقوم بقوة المسيح بقوة الروح الكرس ونظل وتظلوا قائمين وقد تغلبتم على كل شيء بقوة المسيح منقول بالآخر أنا قوي بالذي يقويني والمسيح هو الذي يقوينه في معركتنا ضد كل أنواع الألام والمرض والخطيه والشر أمين أنا هنقول شيء كمان أنه أكيد من هالصليب الملكي هيدا من هالعلامات اللي تأمننا فيها من أدوات الخلاص خلي كل إنسان من هايك يلبس هالسلاح هيدا هالأدوات هيدا يأخذها ويدخلها بحياته وبيعيلته وبيشغله ومطرح ما هو موجود لأنه هي فعلا اللي بتعطينا هويتنا الحقيقية إذا بدنا نلبس هويتنا كمسيحية هويتنا من نالة من صليب المسيح اللي هو بيعطينا الهوية الحقيقية والرب يباركنا جميعا بها الأيام الصعبة ويخلينا ويعطينا القوة للسبات والصبر لحتى ننتصر على كل تجربة وعلى كل شدة أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر